هي عاصمة المشروع المهدوي الإلهي وإلا فإن القضية لا تقف عند تأسيس دولة تحكم الناس المشروع المهدوي هو مشروع الله هو الغاية من هذه الخلقة وهذه الخلقة ليست خاصة بالإنسان فقط وليست خاصة بعالم الأرض فقط الحكاية كبيرة لكننا نحن والأرض هذه المضامين التي قرأتها عليكم وهي ترتبط بعالم الأرض بشكل مباشر هذه العبائر وما تجتمل على وسيع المعنى وتعقيده هل تتحقق بكبسة زر؟ لا يمكن ذلك أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني والطبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة 294 الحديث الثاني بسنده عن بشير النبال قال قدمت المدينة وذكر مثل الحديث المتقدم الحديث المتقدم حديث عن المرجعة أنا أذهب إلى موطن الحاجة إلا أنه قال لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه إنهم يقولون من هم المرجعة إن المهدية لو قام يتحدثون عن مهديهم هم فهم يعتقدون بمهدي بحسب مواصفاتهم إنهم يقولون إن المهدية لو قام لاستقامت له الأمور عفوا هكذا بكبسة زر ولا يهريق محجمة دم فماذا قال إمامنا الباقر فقال كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله حين أدميت رباعيته في أحد وشج في وجهه كلا والذي نفسي بيده الباقر يقول حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الباقر صلوات الله عليه كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم نحن آل محمد وأنتم شعتنا حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق العلق هو الدم المتجمد والإمام يشير إلى ما كان يجري في الحروب أيام زمانه هكذا كان يفعل المقاتلون باعتبار أن عملية القتل والقتال تكون بنحو مباشر باستعمال السيوف فينتشر الدم في كل مكان في ساحة المعركة ويتجمد على الوجوه وعلى الأبدان وعلى الثياب إما من نفس المقاتل وإما من دماء الذين كان يقاتله كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الإمام هنا لا يتحدث عن عرق وعلق بما هو هو وإنما يريد أن يقول من أن الأمور لا بد أن تجري بالأسباب هذا لا يعني أن كل شيء لا بد أن يجري بالأسباب الطبيعية فإن الأمر لا يستقيم ما يمكن أن يجري بالأسباب الطبيعية سيجري وما يحتاج فيه الإمام أن يفعل ولايته التكوينية فإنه سيفعل ولايته التكوينية الحديث الثالث صفحة 295 عن المفضل ابن عمر يقول سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق وقد ذكر القائم فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم أو ذكر القائم عنده فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق يخاطب الشيعة الأمور تجري بأسبابها وهذا الحال يجري في زمان الغيبة بحسب خصائصها ما أشرت إليه قبل قليل مما أسميته بالألطاف الجلية والألطاف الخفية فحركة حركة البرنامج التأويل تستمر إما بطريق التدخل الجلي من الإمام أو بطريق التدخل الخفي بطريق التدخل الجلي كالمجموعة الخاصة التي تحدثنا الروايات عنها من أنهم على صلة مستمرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء لا يعرفهم الناس ولا يعرفون الناس أسرارهم ولا يدعون شيئا وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم فإذا قال أحد إني منهم فهذا كذاب هناك مجموعة على صلة مباشرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان أصحاب الأئمة على صلة مباشرة بهم هؤلاء لا يعرفهم الناس حين أقول لا يعرفهم الناس لا يعرفون أنهم على صلة بالإمام وإلا فهم يعيشون بين الناس ولكن الناس لا يعرفون من أنهم على صلة مباشرة بالإمام وهم لا يكتمون أمرهم فقط بل يكتمون كتمانهم هناك كتمان وهناك كتمان للكتمان مرة أني أكتم الأمر ولكن الآخرين يعرفون عني أنني أكتم أمرا هذا كتمان ولكنه ما هو بكتمان حقيقي الكتمان الحقيقي أن أكتم كتمان وذلك أني أكتم أمرا الكتمان الحقيقي أن أكتم كتمان وذلك أني أكتم أمرا وفي الوقت نفسه أفعل ما أفعل من الأمور وأقول ما أقول من الأمور التي أقنع الآخرين من أنني لا أكتم شيئا قطعا هذا أمر عسير وصعب جدا وهو خاص بهذه المجموعة التي هي على صلة مباشرة بإمام زماننا الروايات حدثتنا بذلك ما أنا الذي أقول من أنه في الغيبة الصغرى له من شيعته وفي الغيبة الكبرى ممن هم على اتصال مباشر به هذا ما يرتبط بالألطاف الجلية أما ما يرتبط بالألطاف الخفية هو تسديد الإمام لأشيائه عن بعد من دون اتصال مباشر تحريكهم بالاتجاه الذي يريده توجيههم إلى الجهة التي يريدها وهذا الأمر حدثتنا الروايات بل هو من صميم عقيدتنا وهذا الأمر حدثتنا الروايات عنه بل هو من صميم عقيدتنا هذا موضوع واسع مفصل يحتاج إلى وقت طويل كي أتشعب في كواليسه ودهاليزه وزواريبه وجميع جهاته